تعالوا قلونوا شوية إجراءات مهمة وإحنا ماشيين في الطريق إلى الله في الخروج من العيش مع الله أو من التدين بالتمني إلى التدين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا تتوقف أو الإجراء لا تتوقف عن العمل ولو كان قليلا حتى ولو كان ملوش طعم أنا بعض بصلي بس مش حاسب طعم استمر ليه استمر ليه؟ لأن أنت كل ما بتعبد الله سبحانه وتعالى حتى لو كان العبادة مفهاش طعم ولا فيها لزة ولا فيها أنوار ولا فيها إسرار ولا فيها بتشوف الحاجات وقلبك بيشع فيه النور لما تستمر على العبادة حتى لو ما كانش فيه كل ده إيه اللي حاصل؟ يرى الله منك الصدق فالله سبحانه وتعالى يقول له كل شيء وكونوا مع الصادقين فكل شيء يجيلك بقى لما تتعلم الصدق لأن استمرارك في العمل بيغنس في قلبك الرجاء مع الصدق ويثبت شجرة قلبك في أرض اليقين بدوام المدد وقرب الفرج والعطاء من رب العالمين تاني حاجة يبقى أول حاجة ببساطة خالص استمر في العمل ولا تتوقف تاني حاجة قسم الأعمال الكبيرة لخطوات صغيرة كل يوم تلتزم بيها يعني أنا عايز للوقتي أخشع عايز لما يذكر لله سبحانه وتعالى قلبي يوجل يبقى إيه اللي حاصل؟ أمر النفسي على ذكر الله تاني حاجة أمر النفسي على الحضور في الله مع الله تالت حاجة أمر النفسي على أنني مذكور في السماء رابع حاجة أرى أن ذكري هو أصلاً ماذا؟ ده عبارة عن تجلي من تجليات ذكر الله لي أول ما وصل بأن ده ذكر الله لي أول ما أسمع الله الله فقلبي أخشع وأتصل بالله تالت حاجة أختار طاعة من الطاعات اللي تقيل على قلبي وأنا نسيتها وأعملها مرة كل يوم وأبحث عن عون ومش أتجد عون يعينك زي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فصل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات قبل ما تبدأ الطاعة دي وممكن تقول مثلاً من الصلاوات اللي تساعدك على ده اللهم صلي صلاة كاملة على نبي أنزلت عليه ما ناءت بالجبال بحمله فحمله وقلبه يتوق إليك وسلم سلاماً تاماً على نبي سلمت به الطاعات من كل أو شامها وسرنا يا مولانا ببركتي وقد فتح علينا أبواب الإقبال عليك فاللهم بحق الصلاة على ذلك النبي المكرم اجعلني من عبادك الذين يسرت عليهم وصلك نقول الدعاء مرة تانية ونقول هذه الصلاة مرة تانية عشان نقدر بها نصير إلى الله اللهم صلي صلاة كاملة على نبي أنزلت عليه ما ناءت بحمله الجبال فحمله وقلبه يتوق إليك وسلم سلاماً تاماً على نبي سلمت به الطاعة من كل أسقالها وسرنا يا ربنا مع رسول الله وببركتي وقد فتح علينا باب الإقبال عليك فاللهم بحق الصلاة على ذلك النبي المكرم اجعلني في عبادك الذين يسرت عليهم وصلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلني في عبادك الموصولين على الدوام يا رب العالمين اشتركوا في القناة